تقدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بالأصالات عن نفسه وبنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ بالتهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتح السيسي رئيس الجمهورية على تقة الشعب المصري في فخامته بإعادة انتخاب رئيسا للجمهورية لولاية جديدة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي أسس سيادته قواعدها منذ عشر سنوات وقطع أشوطا طويلة في بناء أركانها على أسس متينة وهادفة في كل المجالات كما وجه رئيس مجلس الشيوخ الشكرة للشعب المصري العظيم على مشاركته التي لم تبلغ نسبتها انتخابات من قبل حتى في أكثر الدول الديمقراطية مما دل للعالم على وعي هذا الشعب وإدراكه لما يحيط بالأمة من مخاطر واستفاف خلف قيادتي السياسية صفا واحدا معارضة ومولاة ليقول للعالم نحن مع قادتنا هدفا وهدفنا واحد ومصيرنا واحد كما وجه الشكرة لجميع جهات الدولة الأمنية والقضائية وغيرها على تنظيمها الانتخابات المشرفة خلت من أية تجاوزات ترجمة نانسي قنقر